بالنسبة لمنادي الأهلي رايك في تأهل الندي المبراطي النهائية واداء الندي الأهلي الأخير في المبراطي مازم بي أعتقد الأداء الأخير يمكن التأهل طبيعي خمس سنة عالتوالي الحمد لله والسبعة في التامنة السبعة في تامنة السبعة في تامنة واسم فالحمدلله 감ضحنا لنا اليد العليا ورجل دائما في النهائيات إنما التأهل يمكن الماتش اللي هناك تقلق غير عادي مصطفى شبير منحنا التعادل هنا يمكن المباراة كانت مش أحسن حاجة الشوت لو داي بس يمكن العمل معنا العارف اللي هو إيه الفرقاء أو اللي خلانا نتغير ونتحول الهدف اللي دخل فينا وتلقى ده اللي قلب نقطة التحول خاص في الجيم في الروح تاني كان في حماس بس الحماس لو مش معه روح بيقلب عكس إنما حماس وروح مع تركيز بيقلب بنتيجة إيجابية وأعتقد ده ظهر حتى وسام لما طلع بعد المباراة وقال لك أنا ضيعت واحدة والتانية فكنت بعاقب نفسي ومستني التالتة الجيلة عشان أحطها ده يديك دليل على إنه روحه وتمسكه إنه يحرز كل ما تحول أكتر كل ما هتجيل ممتاز فأنا شايف إن الناد الأهلي ماشي بخطة سليمة في دور الطالة الأفريقية عكس الدور الممتاز الدور الممتاز